نحن في بعض المرات نتحدث عن السنة ويقول بعض الناس فيما يروجه الناس في مجالسهم هذا فرض وهذا سنة معنى فرض أنه يجب فعله وأنها سنة يندب فعلها ولكن لا يعاقب على تركها وهذا خطأ كبير أيضا السنة لها معنياني السنة إما أن تكون هذا الفعل سنة باعتبار مصدره فنقول مثلا في بعض أحوال الارت والد الوالد سنة والد ارت والد الوالد بسنة كما يقول ذلك الناظم والد الوالد سنة وما على فأجمعت عليه العلماء إذن ارت الجد والد الوالد بسنة وذكاة الفطر بالسنة تبتت هل كونها بالسنة معنى أنك بإمكانك أن تتركها أو تدعى؟ لا إنها سنة باعتبار أنها تبتت بنص من السنة وهي كما لو تبتت بنص من القرآن تماما ليس معنى قولنا في هذا أنها سنة أي أنه مما يمكن الاستهانة به وتركه والتخفف منه كما يريد البعض أن يفهم هناك معنى آخر للسنة هو في الأحكام الشرعية هناك ما هو فرض مثلا وما هو مستحب ويدخل فيه السنة والسنة ليس شيئا واحدا هناك السنة والسنة المؤكدة التي قريبا من الفرض فهذا في باب الأحكام يقال هذا الفعل سنة أن تصلي هذه الصلاة سنة مثلا تحية المسجد سنة ولكن ما يأخذه بعض الناس من السنة أنه يجب أنه يمكنه أن يتراخى فيها وأن يتركها إلا سنة لو كانت فرضا لفعلها بما أنها سنة فهو لا يفعلها أو يتركها وهذا أيضا كما قلت لكم فيه خلل كبير لأن السنة التي هي سنة بالنسبة للفرض أي سنة سنة مثلا تحية المسجد هي سنة بحيث لو تركها إنسان ما مرة ومرة ومرة يقال له لم تفعل حسنا ولكن كان لست آثما هذا المؤفر لكن إذا قال الإنسان بخصوص السنة إن هذه السنة سوف أتركها دفعة واحدة لن أفعلها يكون قد فعل إثما لأن السنة تتركوا تتركوا المرة بعد المرة لكن الإجماع والعزم لاعتزام إزالة السنة هذا لا تجوز فمثلا لو أن الناس لن نسخ شخصا لم يتيسر له أن يضحي في عام معين الأضحية خلاف فيها ولكنها سنة مؤكدة فلو أن شخصا ما لم يضحي هذه السنة لأسباب ولم يضحي مرة ومرة لكن إذا جاءت أمة مثلا كالمسلمين في أوروبا وقالوا سنترك الأضحية لأننا نضايق فيها نقول قد فعلتم حراما وإن كانت أصلا في الأفراد هي سنة لكنها بالنسبة للمجموع هي فرض ولذلك يقولون يقول الأصوليون السنة سنة بالجزء وفرض بالكل السنة سنة بالجزء ولكنها فرض بالكل فلو قال الإنسان في نفسه سأترك كل السنة لكان آثما لو أجمعت الأمة على أن تترك سنة لكانت آثما فيبقى أن هذا التساول فيها في الأحوال الأفراد مرة مرة أما الأمة لا يمكنها أن تقول لن أضحي لن أفعل كذا سأترك كذا لأن هناك تغيرات في الحياة وفي المستوى الاقتصادي هذا كله لا يصح لأننا الذين يتركون سنة نبيهم بهذا الإجماع وهذا الإطباق يكونون قد أضاعوا جزءا من دينهم ترجمة نانسي قنقر